بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد نذكر في هذه اللفتة قبيلة من قبائل العرب قبيلة عرفت بقوتها ومنعتها وعددها وصلابة أهلها ألا وهي قبيلة بني شيبان هذه القبيلة التي كان عدد مقاتليها يزيد على الألف وكانت فيهم من المناعة ما قل أن يتوفر في قبيلة من القبائل العربية في ذلك الوقت هذه القبيلة التي بلغت بها المكان أن تحالف الفرس أن تحالف الفرس وأن تدخل تحت لوائهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ضمن على الأقل أن لا تبادى بيضة المسلمين وبعد أن هاجر من هاجر منهم إلى الحبشة وبعد أن صار للمسلمين صوت من خارج الجزيرة العربية ومن خارج مكة المكرمة يمكن أن يبلغ رسالة رب العالمين فراح الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يعرض أمره ويعرض عقيدته ويعرض دينه على القبائل العربية الحاجة والقاصدة مكة المكرمة ومن بين هؤلاء القبائل أو من بين هذه القبائل قبيلة بني شيبان فعرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ودار بينه وبينهم حوار وكان معه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فراح يسأل القوم أفيكم المنع ويسألهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن عددهم وعن قوتهم وغير ذلك ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجد قبيلة من القبائل التي تحمي دعوته التي تنصره على العرب والتي تستقبله وتفديه بروحها ومالها ونفوس أبنائها وغير ذلك مما كان يريده النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرض هذا الأمر على القبائل وقبيلة بني شيبان هذه بما كان فيها من مانعة وعدد فإنها لم ترفض دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأمره من البداية فقد قابلت أن تحميه وقد قابلت أن تنصره وقد قابلت أن تستقبله ولكن وضعت لذلك شرطا وضعت لذلك شرطا ألا وهو أن تنصره من جهة العرب وأن لا تحميه من جهة الفرس ذلك أنها حالفت الفرس قبل زمن دخلت في حلفهم وقالوا بصريح العبارة أن هذا الأمر تكرهه الملوك يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان فيهم واستقبلوه ثم بعد ذلك أرادت العرب به شرا فإن بني شيبان سوف يكونون لهم بالمرصاد وأنهم سوف يدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا أرادته الفرس وأرادت أن توقف دعوته ودينه فإن بني شيبان لا يستطيعون أن يقوموا له بأمر ولا أن يدافعوا عنه ولا عن قضيته هذا العرض رفضه النبي عليه الصلاة والسلام ورفضه معه أبو بكر بطبيعة الحال وكل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وإن الذي يلفت انتباهنا في هذا الرفض رفض النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العرض أن الإسلام في حقيقته يعلو ولا يعلى عليه أن الإسلام ينبغي أن يكون حرا وأن الأحكام الشرعية التي سوف تنزل فيما بعد لا ينبغي لها أن تتقاسم الطريق لا مع فرس ولا مع روم وأن الأحكام الشرعية يجب أن تكون مستقلة وأن القبيل التي تقبل بالنبي عليه الصلاة والسلام يجب عليها أن تدافع عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن دعوته من كل الجوانب وأن تحيطه بالحماية في كل المجالات وأن تمنعه من أي هجوم سواء كان من العربي أو من الفرس أو من الروم أو من غيرهم ذلك أن الإسلام يجب أن يكون هو الأعلى لا ينبغي للإسلام أن يملي عليه أن يملي عليه واحد من الخارج أمرا من الأمور صغيرا كان أو كبيرا النبي عليه الصلاة والسلام يرفض ذلك العرض لأنه لو قبيله لكان حرا من جهة إلا أنه لا يكون حرا من جهة أخرى يكون الإسلام عاليا على العرب ولكنه أسفل أو أقل شأنا من أوامر كسرى ومن الفرس وهذا ما لا يقبله النبي عليه الصلاة والسلام أبدا لأنه يتعارض مع حقيقة الإسلام ومع روحه ذلك أن الشريعة الإسلامية شريعة ربانية ولا يجب ولا ينبغي لها أن تتقاسم الطريق لا مع قانون بشري أو مع شريعة من شرائع العباد المحرفة والتي نتجت عن أذهان البشر وعقولهم وأفكارهم لأن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة والحضارة الإسلامية سوف تكون حضارة كاملة بأن الله تبارك وتعالى لا تحتاج إلى غيرها ولا ينبغي لها أن تتقاسم الطريق مع غيرها فلهذا رفض النبي عليه الصلاة والسلام هذا العرض وراح يبحث عن عرض آخر يكون فيه الإسلام هو الأعلى فإن شريعة رب السماوات والأرض تعلو ولا يعلى عليها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه تجدوا غفوراً رحيماً ورحمة الله اشتركوا في القناة